اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الدور المهم الذي يطلع به البرلمان العربي وبإسهاماته في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قاعدة الاسخير الجوية أمس معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية تجارب عملية وتطلعات مستقبلية ورحب جلالة الملك المفدى برئيس البرلمان العربي وبمشاركته المثمرة في هذا المؤتمر معربا عن تقديره واعتزازه بالمواقف التي يقفها دائما البرلمان العربي رئيسا وأعضاء والداعمة والمساندة لمملكة البحرين مؤكدا جلالته أن هذه المواقفة المشرفة هي محل التقدير والاعتزاز كما نوه جلالته بجهود البرلمان العربي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتبادل الزيارات والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية في الدول العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة مؤكدا جلالته أهمية تعزيز علاقات التعاون ودعم الروابط المشتركة بين الدول العربية بما يسهم في دفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ويعود بالخير والمنفعة على شعوبها وأشار جلالة الملك المفدأ إلى ما تمر به المنطقة العربية من ظروف دقيقة تتطلب منا جميعا وحدة الصف والتكاتف والتآزر والعمل المشترك لمواجهة كافة المخاطر والتحديات وتطرق جلالة الملك المفدأ يده الله خلال اللقاء إلى المسيرة البرلمانية البحرينية الناجحة وما حققته من إنجازات ومكاسب منوها بدور السلطة التشريعية وإسهاماتها في خدمة مسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الدور الريادي للمملكة وأعرب جلالة البلك المفدأ عن تمنياته لرئيس وأعضاء البرلمان العربي بالتوفيق في جهودهم لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير مستويات التعاون البرلماني العربي في شتى المجالات من جهته أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدأ على مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته مشيدا بالمسيرة البرلمانية والتنموية في مملكة البحرين والتي حققت بفضل حكمة جلالة الملك وقيادته العديد من الإنجازات والنجاحات من أجل خير وازدهار البحرين وتقدم ورخاء شعبها وأجدد الدكتور السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه مع مملكة البحرين في كافة الإجراءات التي تتخذها حماية لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ورفضه للتدخلات الخارجية في شؤونها ترجمة نانسي قنقر